بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا من جميع احييكم العناء امين في الكرس جديد. كرسنا يا شباب هيتكلم ان شاء الله عن الجزء العملي الخاص بامتحان مجلسوف اجر اي زد مية وتلاتة. اه الهدف من الكرس ده انه الاجابة على التساولات اللي اه وردتني او اللي بتدور في زهن كتير من الناس عن طبيعة الامتحان عن وقته عن اه شكل الاسئلة ازاي عن الجزء العملي لانه الامتحان بيبقى عملي مش اه زي شكل الامتحانات اللي احنا تعودنا عليها. اه الحقيقة اتواصل معي اكتر من شخص فيه من هم اصدقاء شخصيين وفيه من هم ناس انا معرفهمش معرف شخصية ولكن تواصل معي عن طريق الفيسبوك او تويتر او اه يعني اي من الصفحات اللي اتواصل اجتماعي. كان سؤاله موجه بالاساس ازاي اقدر ادخل الامتحان وازاي في النهاية ابقى اه على اه ميكروسوف ايجر. اه في ناس شغالة ولكن مش فعلشان الامتحان اه يعني ما اتفعش فلوس اه اللي هي قيمة الكورس يعني او عفوا قيمة الامتحان واطلع في النهاية يعني لم يحليف للنحظ او ربينا سوحات على ما وفقني ما وفقنيش. بيبقى عندي شوية اسئلة للناس اللي امتحروا قبل كده او الناس اللي عندها. الاجابات على اسئلتي اللي انا عاوز افهمها او عاوز اه الاجابة عليها. او في ناس مسلا بتبقى الهدف من من الشهادة ان هو يحصل على فرصة عمل او قدامه فرصة عمل بتتطلب ان هو يكون مع شهادة اه يعني علشان يقدر يحصل على الفرصة العمل ديت او في او في ناس مسلا شغالة على بروجيكت معين البروجيكت ده علشان يكتمل او علشان اه اقدر ان انا احصل عليه لازم من متطلباته ان هي او عفوا ان هو يكون حاصل على اه اعتماد من خلال الشهادة. علشان كده احنا فكرنا ان احنا نجيب على اسئلة كل دول. ان شاء الله هنجواب على كل الاسئلة ديت من خلال الكرسلات. كرسلنا ان شاء الله هيبقى بسيط. مش هنتكلم على مفاهيم ولا على شروحات اه زي ما عودناكم. اه لا احنا هندخل على طول في الجزء العملي زي ما اتفقنا مع بعض. اه ونشتغل يعني علشان الناس اه لما تدخل اللي بتحاني ان شاء الله تبقى فاهمة هي رايحة تعمل ايه? او فاهمة هي هتعمل ايه? علشان تجاوب على السؤال ده. فبالتالي بنعيد ونأكد ان اللي عاوز يفهم ما فهيم. اه في مصادر كتير جدا في الجزء الاول من الكرسي بتاعنا. وفي الجزء التاني الخاص باللستورج من نتورج. اه مغطي المفاهيم كويس جدا. اه مغطي الجزء النظري وبفضل الله برضو الجزء العملي كويس جدا. اه ما زلت بس تقبل ريفيوهات باعتز بها قوي. اه وباعتبر ان الكرس ده يعني نقطة اه كويسة جدا في مصار اه حياتي. اه وان شاء الله الكرس اللي احنا فيه برضو ده. الكرس اللي احنا يعني بصدد ان احنا ندخله ده. انا اوعدكم ان ان انت هتاخد حاجة ان شاء الله بإذن الله محترمة جدا. اه هتأهلك ان انت بكتاز اللي امتحان. في الكرس ده انا برضو هيبقى او يعني جاي معاك كده اللي حضرتك هتدخل به الامتحان للي حابب يدخل الامتحان. اه طبعا الدم ده مدفوع انا هتفرمه لكم بشكل اه يعني من 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 خلال اللي حضرتك هتدفعه الكرس ده هيبقى برضو اه هتحصل على اه على شكل علشان حضرتك تشوفها الاسئلة تتدرب عليها اه ويبقى بدل ما كل واحد يعني لان الدم بمدفوعه وقيمته مش مش هينة يعني تقريبا ستين دولار او سوا خمسين دولار حاجة زي كده. فبالتالي بدل ما تدفع قيمة كورس وترجع في فيبقى الكورس عليك عالي. احنا بنوفر لك الضم مع الكورس ان شاء الله. طيب اه في الجزء اللي جاي ان شاء الله هبدأ هنبدأ نشوف الامتحان. اه يعني كده على الامتحان. الاسئلة شكلها ايه? اللبات العملي قدي ايه? الوقت اه الزمني قدي ايه? وهنتكلم ان شاء الله باستفادة قبل ما ندخل على اللبات العملية. اشوفكم الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.